رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم وقد أدل سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمن العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي رفع مجلس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفادة وإلى شعب مملكة البحرين العزيزة خلصة هاني والتبركات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر إحياء لذكر قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وبذكرى الخامسة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السابعة عشر لتسلم حضة صاحب الجلالة الملك المفادة حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الوطنية الغالية محطة مضيئة في تاريخ وطن حفلت مسيرته تنموية المشرفة بالعطاء الذي أعلى بغيادته وبشعبه مكانة مملكة البحرين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في جميع المجالات والمحافل وزخرت مسيرة هذا الوطن بالمنجزات الديمغراضية وبالمكاسب في الحقوق السياسية والمدنية تعززها بنى تنفيذية وتشريعية وقضائية راسقة ما جعل البحرين بقيادة جلالات الملك المفادة تعيش عصرا من النهضة المباركة ارتفعت فيها صروح الدولة العصرية وتجل فيها الازدهار والرقاء والتطوير الذي يستمد قوته وقدرته من الإنسان البحريني وهو ما يستوجب على المواطنين العزاء التلاحم والتماسك والتكاتف للمحافظة على المنجز الوطني وموصلة البناء ونماء في ظل العهد الزهر لجلالات العهد المفادة وستبقى ذكرى تولي جلالاته مقاليد الحكم تاريخا مهما ونقطة تحول في المسيرة الوطنية المحرينية بعدها رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون التي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا وصفانيها بأنها قمة بناء ومثمرة في نتائجها الاقتصادية وحزمة وحاسمة في موقفها الأمنية والعسكرية وأن الإدارة الموفقة لدلالة الملك المفادة لأعمال هذه القمة شكلت عنصرا عزز نجاحها ما جعل هذه القمة واحدا من أنجح قمة من مجلس التعاون عبر تاريخه هذا وكاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن قرارات قمة البحرين ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة التعاون وتحقيق أمال واطلعات الشعوب الخارجية وفيما استرد مجلس الوزراء النتائج الهامة لهذه القمة على مختلف الأصعادة وما تناولته أمنيا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا من خلال التقرير الذي قدمه معاني وزير الخارجية فقد أكد مجلس الوزراء أن دعوة هذه القمة الخارجية لصد الإرهاب وحل المشكلات الإقليمية ورفض استمرار التدخلات في الشؤون الداخلية وتعزيز العمل الخارجي المشترك هي مرتكزات متينة للنائب المنطقة عن التوترات والصراعات وتكريس الأمن والاستقرار إقليميا بعدها شاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات التي أجراها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مع أخي خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود أهل المملكة العربية السعودية خلال زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين مؤخرا وفي هذا الصدد كدى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن ما حظيت به زيارة خدم الحرمين الشريفين الموافقة والناجحة من ترحيب وصدا واسع رسميا وشعبيا يجسد متنة العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعقين وخصوصيتها كما يعكس التقدير الكبير والاعتزاز البالق بخدم الحرمين الشريفين في نفوس مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا إلى ذلك فقد رحب مجلس الوزراء بنتائج القيمة المشتركة الخارجية لبريطانيا بين أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون ودولة سيدة رجمي رئيسة وزراء المملكة المتحدة والذي تم خلاله بحث أخرى المسجدات الإقليمية والدولية ونوها مجلس الوزراء بالتقدير الرؤية الاستراتيجية الإيجابية لبريطانيا في توجهها بعلاقاتها وتعاونها مع دول مجلس التعاون إلى ذلك فقد نوها مجلس الوزراء بهمية الموضوعات التي بحثت بل بحثت في منتدى حوار المنامة في نسختي الثانية عشرة والتي ستثري بلا شك في بلورة فهم مشترك للقضايا التي تهم الأمن والاستقرار في المنطقة وأن المشاركات العالية بل العالمية عالية المستوى في هذا الحوار تساعد كثيرا في توحيد الرؤى بشأن القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة وثنيا المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية ووزيرا ومنتسبين في المساهمة بالتنظيم والإعداد هذا المنتدى الدولي الهام وبمناسبة يوم الشهيد الذي يصارف يوم السابع عشر من شهر ديسمبر فقد استذكر مجلس الوزراء بالتقدير والاعتزاز التضحية الغالية التي قدمها الشهداء الذين سالت دماءهم الطاهرة دفاعا عن الوطن والحق والشرعية وكدا المجلس أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة تجسد معنى الوفاء والاعتزاز والفخر بشهدائها الأبرار الذين استرخصوا أرواحهم في دائن الوطن وفي الذوت عن حياضه وتؤكد أن المملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا لن تنسى أبدا أبنائها الذين يضحون بحياتهم دفاعا عن بلادهم ورفعته وأمنه واستقرارا مع ذا شهد مجلس الوزراء بالدور الكبير الذي يطرع به الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار وصون الأرواح والممتلكات وحي المجلس بمناسبة يوم الشرطة البحرينية الجهود المقدرة رسميا وشعبها لرجال الشرطة في الحفاظ على البحرين كواحة أمن واستقرار وقدم المجلس خلصة تهاني بهذه المناسبة لرجال الشرطة وأثنى على دور وزارة الداخلية وزيرا ومنتسبين في حماية مقدرات الوطن ومكتسباته إلى ذلك فقد نوها مجلس الوزراء بهمية قطاع الصرافة الإسلامية في منظومة العمل المصرفية وحث على تقديم جميع تسهيلات التي من شأنها تطوير قطاع الصرافة الإسلامية في مملكة البحرين وتنظيم المزيد من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات التي تعزز دور هذا القطاع منوها المجلس بأعمال المؤتمر العالمي للمصرف الإسلامية الذي أقيم مؤخرا تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ونبى سموه في افتتاحه سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستكمال خدمات البنية التحتية والإسكانية والمرافق والشوارع التي تهم أهالي قلالي وسمهيج والدير كما وجه سمه للانتهاء من مشاريع التطوير للشوارع التي تربط هذه المناطق ومنها تطوير شارع ريا مع ذلك دان مجلس الوزراء بشدة تفجيرات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والذي استهدف إحدى الكنائس بمنطقة العباسية في القاهرة وكذلك الحادث الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية بشارع الهرم بمحافظة الجيزة ووصفها المجلس بأنها عملان بل عملان إرهابيا أثمان يرفضهما الدين الإسلامية كما ترفضه كافة الأديان والشرع والقيم الإنسانية مؤكدا المجلس وقفه مع جمهورية مصر العربية وتضامنه معها ودعم مملكة البحرين لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة الشقيقة لحفظ أمنها واستقرارها معربان عن ثقته بأن وحدة الشعب المصري ووعيه عصية على مثل هذه المحاولات اليائسة للنيل من وحدته الوطنية كما دان مجلس الوزراء التفجيرات الإرهابية التي وقعت مدينة إسطنبول بتركيا مؤكدا المجلس تضامن مملكة البحرين ووقوفها إلى جانب جمهورية تركيا الشقيقة حكومة وشعبا ورفضها لجميع الإرهاب بكافة أشكاله وصوره بعد ذلك نظر المجلس في الموضعات والمذكرات المدرجة على جدول عمالة واتخذ بشأنها القرارات التالية أولا كلف مجلس الوزراء كافة الوزراء والجهات الحكومية عن الإعداد أي اتفاقيات ومعهدات ومذكرات تفاهم مع أي من الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية وقبل الدخول في أي التزامات أو مفاوضات بشأنها أن تختر وزارة الخارجية بها والوقوف على رأيها أولا وضمانا لمتابعة تنفيذ التزامات لمملكة البحرين فقد كلف مجلس الوزراء وزارة الخارجية برفع تقارير دورية إلى المجلس حول تنفيذ الاتفاقيات والمعهدات ومذكرات التفاهم المبرمة بين مملكة البحرين والدول والمنظمات الأخرى فيما وجه مجلس الوزراء وزارة الخارجية بتفعيل نظام إلكترونية يربط وزارة الخارجية مع كافة الجهات الحكومية ويتم تحديث بياناته بصورة دورية ما تم بشأن تفعيل كل ما يتعلق بالعلاقات الثنائية وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في طار مهمها في لجنة الوطنية للمعلومات وذلك في ضوء المذكرة المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس لجنة الوطنية للمعلومات ثانيا وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع بقوانين واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لأحالتها إلى السلطة التشريعية الأول مشروع قانون بانضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستلاع غير المشروع على الطائرات والثاني مشروع قانون باستصديق على اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن افعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات وثالث مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعويض الضرر الذي يتلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة وذلك على ضوء المذكرات المرفوعة بهذا الشأن من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الوزرية لشؤون القانونية ثالثا في إطار تعزيز وتقوية التعاون في الأمور المتعلقة بالأطور الوطنية للمؤهلات وتطور المهني فقد وافق المجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين وهيئة المؤهلات أنيزلندية وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ رابعا وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على الاقتراح برقبة بشأن قيام الحكومة بتخصيص قطعة أرض لإنشاء صالة المناسبات في منطقة صدد الجديدة بالقرب من دوار 13 لمدينة حمد وذلك على ضوء مذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الوزرية لشؤون القانونية اشتركوا في القناة